الوضعية المائية للسدود بتاريخ اثنين جنب في الفين وثانة عشرين هي عنا ستمائة وخمسة وخمسين مليون متر كوب مخزنة على طاقة زوز مليار دوات وثلاثمائة اي ما يمعادل تسعة وعشرين في المائة. هذه وضعية متاع السدود وضعية خزن في السدود متدنية جدا. وذلك لعدة تسباب اهم هي تتالي الجفاف لثناث سنوات.. المش يقولون جفاف هو عجز في الايرادات. معادل الايرادات السنوية للسبعة ولثانتين سد في حالة استغلال حاليا. هو مليار دو تسعمائة متر كوب في السنة. احنا مع عدى سنة تفين وثانتاشة في بمان وعشرين. عنا انكسيدون جانزوز مليار دو خمسمية. عنا ثلاث سنوات متتالية اه لم يتجاوز تتجاوز الارادات نسبة الايرادات. واحدة وربعين في المائة. يعنا اربعين في تنطلق من من واحد سبتمبر للثلاثين اوت من واحد سبتمبر لليوم ايضا الخريف نعتبره الخريف الرابع اللي لم يكن سخيا ايضا وكان منها دون المعبول اذ منها المعدل بتاع الارادات اللي اه يقدر بخمسمية وثلاثين مليون متر كوب لم تردي للسدود الا مية وتسعة مليون متر كوب اي بنسبة واحد وعشرين في المائة. هالتالي بتاع تلس سنوات الجفاف والخريف الرابع اللي هو في 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 عجز في الارادات يخلي مستوى المخزون بالسدود مستداني جدا ولا يتجاوز معنات تسعة وعشرين في المائة لعشرين سد في الشمال اغلب السدود الشمال فهي Значит كومة نسبة تنين وتعتيين في المائة عن سدود محورية كبيرة على غيرار سد سنين سالم اللي هو لا تتجاوز فيه اه نسبة للوعد خمستاش فصل خمسة ممية ستاش في المائة من هي احنا اكبر من اكبر طاقة خزن في البلاد منها في سنة سالم اه طاقة الخزن فيه الى خمسطاش فصل خمسة المائة حاليا. احنا اه تعبة الموارد المائية القابلة للتعبية نسبة تعبية الموارد المائية السطحية القابلة للتعبية في ثلاثة وتسعين في المائة. بسبعة وتلاثين سد حالي مستغل. ان اربعة حضاير. طوى سدود جديدة هي في في مرة متقدمة من الانجاز. اليوم سد ملاك الالوي. اللي عود سد ملاك. وسد دويميس في ولاية منزرت. اه خزان سد في في السعيدة. وخزان سد في في القلعة. خزانات مربوطين بالقناة مخاصين لتدعيم منظومة مياه السلح الشراب في تونس الكبرى والوطن القبلي وساحل. قدرانه هو مواصلة تعبط وبناء السدود وربطها ببعضها وتحويل المياه. هذه العنصر الاوت. العنصر ثانية عندنا برامز ايضا متواصلة. اثناء الفين وثلاثة وعشرين سوف نعطي اذن انطلاق الاشغال لسد خلاد في ولاية بجم. ودراسات متقدمة ايضا وفي ملحلة التمويل لسدود اخرى على غيرار عند السود التاسع اللي حظي بال بال بالتمويل بالموافقة على التمويل وسد الرغاية في ولاية جاندوبا وسد المالح العلوي في في نفسه في المرقب. احنا مواصلين في تعبية لتحسين من الثلاثة الاستراتيجية هي بلوغ في سنة تلفين وثلاثين نسبة خمسة وتسعين في المياه من المياه القابلة للتعبية. التغيرات المناخية اللي ولت قاعدات ولت ان كونسطا ريال موجودة. في الواقع الملموس باعتبار انها اللي كنا نحكو فيه تومتع شح الماء وشح الامطار ونقص في الارادات ونقص في الامطار. هي مش خاصية بتونس بركة بل اجوارنا كل والحوض ابيض المتوسط في ذفتيهم الجنوبية والشمالية ييقاسيهم من هذه الظاهرة متاع النقص في التهاتلات وفي الارادات خلال سنة وثلاثين. ولذا بالنسبة لدارة العمل للسدود انطلاقنا من سنة تلفين ستاش في دراسة بدراسة خصوصية شوية. هي امكانية تثمين كالسنة الممطرة لفها فائض مياه ان اه اذا كان عندنا البنية الاساسية المتوفرة يمكن الاستفادة من هذه المياه اثناء التهاتلات الفيضانات سنة السنة الممطرة وتحويلها الى مكان اه خزن. دراسة انتهينا من الجزء الاول دونك الابياس دراسات الاولية والآن انطلقنا في الدراسات التفصيلية. اه سننطلق منذ سنة الفين وثلاثة وعشرين في انجاز اجزاء من هدي البنية الاساسية. احنا بلادنا ما هيش بلاد متاع وفرة متاع مياه. باش توفر على الوفرة. مما هي استدعي دينا في متسنوات. من الا اكثر السنوات اللي جات متاع الجافاف الفين وستاش وفين وسبعتاش. تحولت السياسة المائية في اه في وزارة الفلاحة هي ادارة تلمسي لجيسيون دولة دوموند. فيها العديد من العنصر. هنا الانصر كنت تحكي عليه هو التواعية. بيلزم عقلية في التونسي. تتحول رويدا رويدا. عاداته في استعمال المياه. هي عادات مش بتاع بلاد. فيها وفرة متاع مياه. باضافة انا الاقتصاد في مياه التشجيع الاقتصاد في مياه الرئيب بالنسبة كل ما هو فلاح حواسقوي. كل ما هو اه التشجيع على المواجهة القانون المالية سنة الفين وثلاثة وشرين في وقع في تشجيعات واضحة بالنسبة لي تركيز المواجهة الفساقي في المناطق العمرانية لتدعيم باستعمالة المزيدية. دونك هي حزمة حزمة كاملة بما فيها التوعية وبما فيها الارشيات بما فيها المسألة التفقيفية والتعليمية من للناشا باش تعود المواطن التونسي انه يتعامل في استعمالاته المائية مع واقع المائي في البلاد.